سلام متابعيني ان شاء الله تكونوا كامل لباس احنا مل معاكم اليوم تحلية بضوق شوكولة والقهوة بنينا ياسر الخليطة على القهوة والشوكولة كوكا وفريمان مد انجو سباسيال ان شاء الله يا ربي تتبهوا الفيديو للاخر الميزات مش عابوني فلاشان تتفضل بالاشتراك وتفعل الجرس بيسر كل ما هو جديد ونبدأوا على باركة الله بطريقة التحضير واللزان لانا عندي هذا الفلون جو كافي كيف تعرفوني نحب القهوة خربطها حتى في الفلون بالقهوة لانا عندي نصف لتر تحليب سوف نفرغ فيه محتوى الكيس هاداك وانا نحرك بالفو وياما بما يتشكلوا ليش هادو كالجرمو بهادو الطريقة وانا لتزيز النكحة هنزيدلو ملعقة تانيس كافي يعني اواصرات الذوابان ولا تزيز ملاق صغار يعني كنت تحبون انتو ملقو نحرك مليح الخليط اي ابخين نحطوا يعقد فقمار بول احنا عندي قطعتها جنواز رح نفتتهم اه كان معكم الجنواز تقدر تستعملوا اي نواتا بيسكويت رح نفتتهم ونزحم على لذيغين تاعي انا الباكي هادا كاتر الفلون عمل لكاتر بهادو الطريقة اي ابخي رح نجيب كاس ولا حاجة نحط فيها نيس كافي نضيف لها شوية سكر حسب الذوق اللي تحبوه ونزيد علها شوية ما سخون هادية رح نشكل بها ان سيغو بنشرب بها هاديك على جنواز كيتستعملوا البسكويت نغمال اي فيتيو هادية اللي طاب خاطر البسكويت مش ورح يشرب بلوتو رح يشرب ياسر ويعجن مش كافي الجنواز اي ابخي اه هنضيف لها اه هنضيف لها شوية كوكا ورح نطيشو هاكو جست نحطو تقدر تستعملوا اي نوع مكسرات عندكم وبالنسبة لشوكولاتي رح نستعملها رح نستعمل هادي ماكسر نوع ملاحة ورخيصة مش ها غالية رح كيف كيف نفتتها ما نشدركها نصوب بالصحة اللي فلنتي اي ابخي ما يكون عقت اي ابخي به نحط هاديك الشوكولات ليها له به الدوب وتدخلها كالداخل وفي الاخر لمسة اخيرة نحط نضيف الكوكا ولا كيف قلت لكم اي نوع مكسرات وهدي هي نخلها تجمد بمليح اي ابخي نشوفوا النتيجة بان حبيبي كانت هادي هي نديجة تحليتان لقوتها والله يحب اللي يحب اللي شوكولات مع الكوكا ومع القوكا في روعة روعة عشالها يربي اتنل اعجابكم وتجربوها فغيما ان ديليس حاجة جديدة اه جربوها وقولولي في الكومنتار كان عجبتكم اخليولي اللايك لماذا زالت مش هم اشتركها في القناة تتفضل بالاشتراك وتفعل الجرس بيوسلكم كل ما هو جديد ونلتقى مع وصفة اخرى باي باي اشتركوا في القناة